اهلا بكم وإلى العنوين انكم اذا كنتم تراهنون على يأس الشعب الفلسطيني انتم واهمون ومشتبهون السيد نصر اللي يؤكد ان دلالات ما يجري في فلسطين المحتاج كبيرة بشان مستقبل اسرائيل وان معادلة حماية المدنيين من اعتداءات الاحتلال قائمة بفضل المقاومة مصادر الميادين تؤكد تحذير المقاومة الفلسطينية للاحتلال من تفجر الاوضاع نتيجة اقامة اي طقوس دينية داخل المسجد الاقصى شهباز شريف يؤدي اليمين الدستورية كرئيس لحكومة باكستان خلفا لعمران خان واكثر من مئة نائب من حزب خان يعلنون استقالاتهم هذا الحصار يجب ان ينتهي لن نكون في اي ترتيبات سلام ولو متدرية تحت سلطة القرار السعودي والامارتي وزير الخارجية في حكومة صنعاء يؤكد للميادين ان لا ترتيبات سلام تحت رعاية الامارات والسعودية قوات دونيتسك الشعبية تسيطر بالكامل على ميناء مريوبيل ولوفروف يؤكد ان العملية الروسية في اوكرانيا ستضع حدا لنهج الهيمنة الامريكي اهلا بكم اكد الامين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في خطاب الله ان كل من يظن ان الخذلان الرسمي العربي سيؤدي الى تراجع الشباب الفلسطيني هو واهم اذا كنتم تظنون ان تطبيع مع بعض الدول العربية ان زيارات بعض المسؤولين العرب المطبعين الى الكيان الصهيوني الموقت اذا كنتم تظنون ان هذا الخذلان الرسمي العربي يمكن ان يؤدي الى ان يتخلى هذا الشعب الفلسطيني عن قضيته ويقبل بالفتات كما رأى انتم في صفقة القرن انتم واهمون السيد نصر الله اكد ان المقاومة في حرب نيسان عام 96 استطاعت ان تفرض على العدو اللا يمس المدنيين وإلا فسيدفع الثمن وهذه المعادلة ما زالت سارية اليوم في سنة 1996 في حرب نيسان نحن نسميها حرب نيسان استطاعت ان تفرض على العدو وعلى ما يسمى بالمجتمع الدولي معادلة حماية المدنيين في لبنان مع استمرار المقاومة والعمليات العسكرية في الشريط الحدودي المحتل فيما يعرف او فيما عرف في ذلك الوقت بتفاهم نيسان الذي يجيز للمقاومة ان تقاتل على الارض اللبنانية المحتلة وتستهدف جنود الاحتلال وعملاء الاحتلال في الشريط الحدودي وعلى خط التماس ويمنع على العدو ان يقصف قرانا وبلداتنا وهي الوسيلة التي كان يلجأ دائما اليها لرد على عمليات المقاومة السيد نصر الله قال ان المقاومة هي التي تحمي البلد بمعادلة توازن الردع مع العدو ولا تطلب حماية من الدولة كما يحاول البعض التشويش ولا يوم من لما خلق حزب الله من 40 سنة ولا يوم لا ببيان ولا بخطاب ولا مسؤول كبير ولا صغير بلبنان من حزب الله حدا وقف قال نحن نطالب الدولة اللبنانية بحماية المقاومة أبدا المقاومة هي التي تحمي البلد وحمة الدولة ولولا المقاومة اليوم ما في دولة كان بلد محتل بعض من إسرائيل المقاومة اليوم هي التي ضمن المعادلة الذهبية تحمي البلد عامل توازن الردع مع العدو الإسرائيلي نحن ما بدنا الدولة تحمي المقاومة بدنا الدولة ما تطعن المقاومة في ظاهرها بس السيد نصر الله رحب بالهدنة في اليمن وشدد على أن الحل الوحيد هو التفاوض والحديث المباشر مع صنع فقط وأشار إلى أن اليمنيين فرضوا إرادتهم على المجتمع الدولي بصمودهم وقتالهم ما تتوقعوا أن أصدقاء هؤلاء اليمنيين المظلومين سيدغطون عليهم ليتنازلوا عن حقوقهم أبدا إيران الجمهورية الإسلامية لا تفعل ذلك وأصدقاء هؤلاء المظلومين في أي مكان في العالم لا يمكن أن يفعلوا ذلك على الإطلاق إذن الطريق الوحيد للحل السياسي هو التفاوض والحديث المباشر مع هؤلاء والإصغاء إلى منطقهم إلى حقهم إلى لغتهم إلى موقفهم ولا تنتظروا من أحد من أصدقائهم أن يضغط عليهم ليتنازلوا عن شيء لا من كراماتهم التي بذلوا من أجلها الدماء ولا عن حقوقهم التي قدموا من أجلها كل هذه التضحيات السيد نصر الله أشار إلى مقابلة رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم الثاني التي أكد فيها تشكيل لجنة خماسية هدفها إسقاط النظام السوري واتسابع نصر الله متسائلا من يخرب العلاقات العربية؟ هل من كان مستعدا لدفع مئات مليارات الدولارات لإسقاط دمشق؟ أم من دافع عنها؟ طيب هؤلاء العرب إذا عن جد حرصين على سوريا وشعب سوريا وكبار وصغار سوريا على البلد العربي وهو كانوا أصدقاء قريبين جدا من رئيس الأسد يعني مثلا قطر أمير قطر ومسؤولين القطريين كانوا آكلين شاربين نايمين بدمشق إلى عشية الأحداث في سوريا رئيس التركي الحالي كان وقت رئيس وزراء يمكن رايح جاي على سوريا والقيادة السورية فتحت سوريا لتركيا الأسواق والتجارة والعلاقات كان في علاقة ممتازة جدا بين تركيا والقيادة السورية بين قطر والقيادة السورية طيب بدل ما هود العرب الحريصين على العلاقات العربية يجوا يدخلوا بسوريا ليعملوا حل سياسي ليعملوا مصالحة والله إذا في مشاكل بده دعم مالي ما شاء الله عندهم أموال بس هم حاضرين يحطوا مئات مليارات الدولارات ويجيبوا مئات آلاف المقاتلين من كل العالم لسوريا بس مش حاضرين يعملوا خير وصلاح وإصلاح في سوريا مين بيكون عم بيخرب العلاقات العربية اللي فتح الباب وآدار حرب كونية على بلد عربي اسمه سوريا ولا اللي وقف حتى سوريا في مواجهة هذه الحرب الكونية السيد نصر الله قال إن الولايات المتحدة دائما ما تدفع عن المعتدي وتمنع إدانته مغضيفا أن تعامل واشنطن مع إسرائيل مختلف تماما عن تعاملها مع الأزمة الدولية في أوكرانيا من خلال الكم الهائل من العقوبات على روسيا دائما نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدافع عن العدو المعتدي عن المرتكب للمجازر عن الذي يشن الحروب عن الذي يحتل أراضي الآخرين وتمنع حتى من إدانته فضلا عن اتخاذ قرارات عقوبات بحقه انظروا كيف تتعاطى أمريكا وما يسمى بالمجتمع الدولي مع إسرائيل وعدوانها على الفلسطينيين واللبنانيين وشعوب المنطقة وكيف تتصرف اليوم في موضوع الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الهائلة التي تفرضها والتي ليس لها سابقة في التاريخ هذا للتذكير أيضا لأصدقاء أمريكا في لبنان وفي المنطقة السيد نصر الله أشار إلى معلومات ترقل عن السفارة الأمريكية وسفارات أخرى تفيد بأن الأغلبية النيابية الحالية ستخافظ على موقعها وأكد أن بعض السفارات يسعى لتأجيل الانتخابات النيابية لترتيب أمور الفريق الآخر النتيجة المتوقعة بحسب الاستطلاعات والدراسات أن فريقا السياسي سيحصل على الأغلبية وبناء عليه بدأ همس وكلام أكثر من همس في بعض السفارات وفي بعض الأوساط بالحديث مجددا عن تأجيل الانتخابات النيابية ولو بالحد الأدنى لعدة أشهر حتى يمكن تحسين ظروف الفريق الآخر مثلا يرجعين حكا مع التيار المستقبل يرجع الانتخابات يرجع حدا يتدخل ليلم اللوائح ليوحد اللوائح نحن اليوم من يحق لنا أن نتهم السفارة الأمريكية وقوى سياسية في الفريق الآخر بأنها ستعمل على تعطيل إجراء الانتخابات وتأخير الانتخابات أكدت مصادر خاصة للميادين نقل فصائل المقاومة الفلسطينية رسالة إلى الاحتلال عبر الوسيط المصري تحذره من إقامة أي طقوس يهودية داخل المسجد الأقصى وعدتها تجاوزا للخطوط الحمر وستؤدي إلى تفجر الأوضاع وأبلغت المصريين أن تعويل العدو على تحسينات لقطع غزة وفصله عن القدس وضف تقدير خاطئ الفصائل وبحسب مصادر الميادين أبلغت بضرورة منع الاستبزازات في القدس والمسجد الأقصى التي يقوم بها المستوطنون تجنبا لتدهور الأوضاع وأشددت الفصائل على أن تجاوز الخطوط الحمر في مخيم جنين يمثل صائق تفجير للأوضاع في مختلف الساحات إلى في فلسطين المحتلة أيضا طالبت نيابة الإسرائيلية بإنزال أشد العقوبات بحق أسر نفق الحرية الستة والأسر يؤكدون تفاخرهم بعمليات الهرب من سجن جلبوع الإسرائيلي تقرير هناء محميد خلف أبوابه هذه القاعة من محكمة الصلح في الناصرة وفي فرصتهم الأخيرة للتحدث أمام المحكمة أكد أسر نفق الحرية أنهم فخورون بسعيهم إلى حريتهم ولتحقيق حرية بلادهم هي اللحظات الخاطفة المسموحة أمام عدسات الصحافة نطق الأسير محمد العارضة مهندس عملية الهروب من سجن الجلبوع عبر نفق الحرية بمعنى الهروب الاستراتيجي أردنا القول إن الوحش وهم من غبار خاصداً لاحتلال الإسرائيلي طبعاً هنا هذه الدعاءات الدعاءات مسبقة أنه لاحت اتهم غير قانوني لأنه لا يمكن محاكمة أسير مرطي المحاكمة بالسجن ومحاكمة في محكمة مدنية ولكن الدعاءات تبعاتنا رفضت في الصابق خلال جلسة الدعاءات العقوبة لم يتوانى الأسر الستة الذين يعانون داخل زنزين العزل الانفرادية منذ إعادة اعتقالهم في أيلول سبتمبر الماضي من رفع خطابهم السياسي بإدانة الاحتلال والطعن بعدالة المحكمة توقعاتنا أن الحكم صار مكتوب الأسرى اللي هربوا المطلب تبع النيابي لحد لسبع سنين المكسيموم والأسرى المتهمين في المساعدة على الهرب المطلوب خمس سنين سجن هل هذا حكم عادل؟ طبعا غير عادل ولكن نوعا ما نتفهم أنه المحاكمة ليس عادلة لأنها محاكمة سياسية في الثاني والعشرين من الشهر المقبل ستصدر المحكمة قرار الحكم الذي يتوقع أن تقبل فيه طلب النيابة بإنزال أشد العقوبة لتهمة الهروب وهي السجن لسبع سنوات يراد منها الانتقام من أسرى محكوم معظمهم أصلا بالمؤبدات ولم يسعوا إلا للحرية ولزيارة الأحبة أو كما قال أحدهم الأسير أيهم كممجي أمنيتي كانت زيارة والدتي في قبرها وقد حققتها هنأم حميد الناصرة الميادين شهيدان يودعتهما فلسطين محمد زكارنة من جنين ومحمد غنين من بلدة الخضر قرب بيت لحم وفصائل المقاومة تتوعد بالرادة تقرير نسرين سن حزن وغضب عم المدن الفلسطينية التي ودعت اثنين من شهدائها ارتقيا برصاص الاحتلال محمد زكارنة ودعته جنين إلى مثواه الأخير وسط هتاف المقاومين وتوعدهم بالرد زكارنة استشهد عندما أطلقت قوة الاحتلال للرصاص على سيارة وسط جنين في محاولة لاعتقال شقيق الشهيد رعد الخازم منفذ عملية تل أبيب بيت لحم كانت أيضا على موعد مع وداع الشهداء الشهيد محمد غنين حمل على الأكتاف وودع بجنازة عسكرية مهيبة جابت شوارع بلدته الخضر فيما عمل إضراب العام المدينة وقراها حدادا فصائل المقاومة دعت إلى تصعيد الاشتباكي مع الاحتلال ردا على جرائمه ما سيكسر إرادة هذا الاحتلال فقط هي وحدة شعبنا وحدة قوة الفعل الحقيقي على الأرض والكاف عن الكلام والتلاؤم في مواجهة هذا الاحتلال وفي نابلس تصدى فلسطينيون لاقتحام جنود الاحتلال للمدينة بهدف اعتقال عددا من الشبان القيادة الفلسطينية نددت بالاعتداءات الإسرائيلية وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين نحن نؤكد اليوم مجددا أن شعبنا الفلسطيني لم تمسك بحقوقه وثوابته ومقاومته لن يخضع ون يستسلم سيبقى مقاوما لهذا الاحتلال وسينتصر بحقوقه وثوابته وتضحياته الجسام التي قدمها في سبيل تحقيق الحرية والاستقلال وكانت قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية تزايد اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين تأتي في محاولة لإنقاذ حكومة بانة المتهاوية واستعادة هيبة أجهزة الأمن الإسرائيلية التي كسرتها العمليات الفدائية الفلسطينية نسل سلمي رام الله الميدين وينضم إلينا في الاستيديو عضو المكتب السياسي في حركة حماس ومسؤول مكتب الأسرة وشهداء زهر جبارين أهلا بك سيد زهر بداية أهلا بك كيف تبعتم اليوم محاكمة أسرة نفق الحرية الستة وأي قرار حكم متوقع برأيكم أولا بسم الله الرحمن الرحيم التحية كل التحية لأبناء شعبنا الكريم وخاصة الأسرة منهم والشهداء نحن في المقاومة نتابع هذا الملف ليلة بليلة يوم بيوم ونحن نخوض هذه المعركة كشعب فلسطيني كما نقول دائما منذ أكثر من سبعة عقود متواصلة وهذا السجان وهذا الاحتلال المجرم الغاصب يسجن أهلنا وأبطالنا وأسرانا وكذلك يقتل أهلنا في كل مدن الضفة الغربية والـ 48 وغزة وكل ما يمكن أن يفعلوا بكورونا ومدننا نحن نتابع هذه القضية من أعلى الهرم في قيادة المقاومة وفي غرفة العمليات المشتركة ليس فقط في الحقيقة الأسرة الستة هناك أكثر من خمس ألاف أسير فلسطيني يوجد منهم من أمضى 42 عام داخل السجون الصهيونية يوجد الآن خمسمائة أسير فلسطيني معتقلين إداري بلا ذنب ولا تهمة يمضون الآن أكثر من مائة يوم وهم مقاطعون للمحاكم يوجد هناك أسرة مرضى أكثر من 20 أسير مريض بالسرطان شبه على سرير الموت ويعانون المعاناة الصعبة نحن نتابع في الحقيقة كل معاناة الأسرة وقبل تقريبا شهر كان هناك خطوة في بداية رمضان في 25 شهر كان هناك خطوة استراتيجية كانت منسكة مع حركة المقاومة وكل كوى المقاومة وكل أبناء شعبنا الفلسطيني لأن هذه القضية هي قضية جامعة لكل أبناء الشعبين الفلسطيني وبفضل الله عز وجل كما يقال نصرنا بالرعب قبل أن نخوض هذه المعركة لأن هذا السجان يعلم أن زمن ممارسات بحق إخواننا الأسرة وقضم حقوقهم وانتهاك حروماتهم هذا سيدفع ثمنه ليس في داخل السجون حتما كما كلنا دائما ونؤكد أن أي معركة داخل السجون وأي مساس بحقوق إخواننا الأسرة لن تبقى هذه المعركة داخل السجون حتما ستنتكي الخارج السجون ولكن ألا توافقني سيد زهر بأن هناك خصوصية لأسرة نفق الحرية اليوم تابعنا هذا الخطاب السياسي العالي النبرة وهم كانوا داخل الزنزين وتعرضوا لأقصى أنواع التعذيب وممارسات الاحتلال يعني كلنا نعلم وندري ما هي اليوم كان هناك خطاب وكان هناك كلام لهم يعني لاقى كل الرواج على مواقع التواصل الاجتماعي كيف نظرتم إلى هذا الخطاب وأيضا كيف تنظرون إلى الجلسة المقبلة في 2022 من الأيار نحن في الحقيقة لا شك أن هؤلاء الأسرة الستة يعني مثلوا معركة نصر استراتيجية للعقلية الفلسطينية رغم قلة الحيلة داخل الزنازين وداخل السجان استطاعوا أن يثبتوا كما قلت في العديد من المقابلات أن هؤلاء الأبطال الستة هزموا عقلية هذا الاحتلال الذي يتفاخر بالعقلية الأمنية على مدار سبعة عقود وهو يراكم مع العقلية الإجرامية ضد أبناء شعبنا وضد الأسرة هؤلاء بمعلكة هزموا هذا السجان لا شك أن لهم رمزية يعني متميزة وكل أسران له برمزية لكن بعملية الهروب البطولية تميزوا هؤلاء الأبطال ونحن بفضل الله عز وجل نتابع هذه القضية ونتابع قضيتهم عبر كل الأطر والمؤسسات وعبر علاقات الحركة بإذن الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن نتمكن كما وعدت المقاومة هم وغيرهم من أسران الأبطال هذا عهد ووعد أن نفي هؤلاء الأسرى الأبطال حقهم علينا كما أنهم ضحوا بالغالي والنفيس وضحوا بحريتهم من أجل كرامة فلسطين ومقدساتها والمسجد الأقصى نحن كذلك عهدنا مهما كان الثمن بإذن الله عز وجل سنعمل ليلة نهار لإطلاق صراح بإذن الله عز وجل سيد زهر لا تزال جنيد تتصدر المشهد في فلسطين المحتلة نحن أمام أي مشهدية هناك وهل من رسم لمعادلات جديدة من خلال جنيد وما يجري جنين أولا تحية كل التحية لإخواننا جنين الكسام والبطولة والفداء والعطاء والتضحية جنين التي سطرت في انتفاضة الأقصى السابقة بعام الفين ومخيمها البطل معركة البطولة والفداء والعطاء كما كل مدن وكرة الضفة الغربية وبلدات وقطاع غزة وأهلنا حتى الآن في الثمانية وأربعين وكل مكان في أبناء شعبنا الفلسطيني والكدس يسطرون ملاحم بطولة وفداء لكن جنين تميزت بلحمتها منذ البداية هناك سر حقيقة في نضال هذه المدينة المباركة وهذا المخيم المبارك بوحدة أبنائها لا فرق بين جهاد وحماس وشعبية وديمقراطية هذا سر قوة هذه المدينة وسر قوة هذا المخيم كما رأينا وشاهدنا أبا رعد هذا البطل أبا رعد الشهيد يتكلم هذا الكلام المزلزل في الحقيقة لهذا الاحتلال والذي نفخر كل أبناء الشعب الفلسطيني أننا أباءنا وأمهاتنا وأبنائنا وأخواتنا هم نموذج لأبا رعد كما صدع بصوته أننا نحن سندفع الغالي والنفيس من فلدات أكبادنا من أجل تحرير الأقصى والمقدسات ومن أجل رفع راية لا إله إلا الله خفاكة عالية في ربوع فلسطين الحبيبة فلسطين المباركة فلسطين مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم جنين نعم أنا أقول هنا بشكل واضح وصريح نحن نتابع كل ما يجري بالمقاومة بأعلى مستوى من القيادة بكل الفصائل المقاومة تتابع ما يجري في جنين لحظة بلحظة يوم بيوم دقيقة بدقيقة وأي اعتداءات نحن نقول هنا زمن ممارسات الاحتلال بحق أبناء شعبنا بلا حساب ولا عقاب يذهب هناك يقتل هناك يهدم بيوت هناك بلا حساب نعم ستقف المقاومة بكل أذرعها بإذن الله عز وجل بالمرصاد لهذا العدو وكل الحماكة يرتكبها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني سيجد المقاومة كما لقنته الدروس في معركة سيف الكدس البطولية ستكون المقاومة مستعدة لأي معركة إذا تجاوز هذا العدو حدوده مع أبناء شعبنا الفلسطيني متى يمكن القول بأن هذا العدو قد تجاوز حدوده في جنين اليوم جنين يعمل الاحتلال الإسرائيلي على عزلها على إغلاق المعابر المؤدية لها على تضييق على الناس التي تذهب من الأراضي المحتلة من القدس والداخل الفلسطيني إليها يعني متى يمكن القول بأن إسرائيل تخطط الخطوط الحمر المرسومة من قبل فصائل المقاومة نحن كمان مرة هنا نؤكد مرة أخرى نؤكد على قضية هامة جدا نحن كشعب فلسطيني قدرنا أن نكون تحت الاحتلال هذا منذ سبعة عقود شعبنا الفلسطيني تحت هذا الاحتلال محتل مصراء ومحتل أرضه وكراه ومدنه كلها الآن لا شك أن جنين الآن تحت الضغط الاحتلال بسبب النموذج الفريد التي مثلته في هذه المرحلة لكن الآن كمان كل مدن الضفة الغربية وحتى الآن الثمانية وأربعين هناك أسرى إداريون جديد قبل كم يوم أخذوا أسرى من الثمانية وأربعين يعني معهم جنسية زورا وبهتانا إسرائيل هم فلسطينيين أكحاح كما فلسطين الضفة وغزة والشتات أخذوا إداري هذا شيء جديد ممارسات كثيرة بحق أبناء شعبين لكن جنين بشكل عام بسبب العنفوان الآن في المعارك البطولية التي تخوضها جنين هناك ضغط عليها لكن أنا أقول كمان مرة هنا نحن نتابع بلا تفصيلات نتابع كل ما يجري داخل جنين وغير جنين وخاصة الآن وخاصة الآن أوقت سطرين هناك مخطط لدخول الأقصى في 15 رمضان صباحيات السبت من رجال المعبد يريدون أن يذبحوا قربان معبدهم المزعوم لكي يهدم الأقصى المبارك مسر رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن في المقاومة نتابع كل ما يجري وهذا أخطر شيء ممكن أن يرتكب في هذه الأيام ونحن كما كلنا مستعدون أن نبذل كل غالي ونفيس من أجل كل ذرة من فلسطين وليس فقط محضرات استثنائية للقيام بهذا الشعائر الدينية لدى اليهود المتطرفين ما السيناريوهات المتوقعة يوم السبت المقبل؟ نحن الشعب الفلسطيني أولا كمان مرة قدرنا أن نكون نقاتل بأجسادنا كما تشاهدون شاب فلسطيني يكون 20 أو 30 جندي مدجد بالسلاح باليدين يعني مصارع باليدين كما يقولون لكن أنا شعبنا الفلسطيني رغم الحصار ورغم كلة الحيلة ورغم المطبعين ورغم المتآمرين ورغم الحصار على أبناء شعبنا في الضفة وغزة نحن واثكون أننا كشعب فلسطين منذ أكثر من سبعة عقود نخوض الصراعات خذنا 87 كانت انتفاضة الحجارة خذنا انتفاضة الألفين وحطمنا أنف الإسرائيلي وخرج من غزة والآن نخوض هذه المعركة البطولية وخاض الأسرة بطولاتهم ومعاركهم وكل معركة من المعارك نحن نهشم هذا العدو يقينا أن أبناء شعبنا الفلسطيني سوف ينتصرون على هذا المحتل أنا أقول بعجالة المحتل يعتمد في نظريته الأساسية على المعركة الكلية لمواجهة أبناء شعبنا الفلسطيني والعالم العرب والإسلامي على نظرية ترتكز على عدة مرتكزات نحن في معركة سيف الكدس كسرناها وحطمناها وألقيناها جانبا إلى حاويات الكمامة كما يقولون أولا الرجل قال هو يتفاخر أنه لا يستطيع أي شعب أو أي دولة تعتدي على هذا المحتل أنه ممتلك ذرة وأقوى جيش في العالم وكذا وكذا وكل الكلام الفارغ كما يقولون نحن بفضل الله عز وجل واجهنا وقاومنا وضربنا كل العمك لله في عمك دولتهم المزعومة كذلك الأمر يعتمد على أن المعركة تكون في أرض العدو الخصم يعني الأرض الفلسطينية أو الأرض العربية الآن نحن في صاروخ العياش غطينا كل فلسطين فنقلنا المعركة إلى قلبهم ويعتمد على أن تكون المعركة خاطفة نحن أعددنا في سيف الكدس هذا أمر ممكن كان هناك المخطط ممكن أن نخوض بنفس الوطيرة بنفس الكمية إن لم يكن زيادة بنفس الأسلحة ويمكن أن تكون في أسلحة أخرى لم تكشف من كبل المقاومة كل المقاومة لستة شهور نحن أعددنا لهم عدة أعددنا لهم عدة حقيقية وأعددنا لهم أهم شيء في العدة الإنسان نحن لدينا أكثر من عشر آلاف حافظ لكتاب الله في قطاع غزة وألاف الحافظين في كتاب الله في الضفة الغربية الذين يتشوكون للحياة الحقيقية والشهادة كما رأيتم نموذج أبا رعد كيف يتكلم ويتفاخر أن ابنه شهيد وهذا فخر واعتزاز لأبناء الشعب الفلسطيني وهذه ثقافة إذا استشهد ابننا نحزن ونجلس محبطين كما اليهود بفضل الله عز وجل لدينا شعب لديه إرادة لدينا أبناء أبطال لدينا آباء مربين رب أبنائهم العزة والكرامة والبطولة والفداء ونحن بالعكس الإسرائيلي في انهيار واندحار بإذن الله عز وجل عندما كان هناك في بداية رمضان إضراب عام لجميع الأسراء رأينا بأن إسرائيل تراجعت خوفا من هكذا إضراب وإلى ما ستقول إليه الأمور هل تتوقعون أن يتم التراجع عن أداء هذا الطقوس التي مزمع إجراؤها يوم السبت المقبل مخافة تهديدات المقاومة أو رد المقاومة أولا لا شك أنه الاحتلال اليوم كما قلت يعني مضى زمن أن يفعل كل ما يريد من دون حساب ولا عقاب ولا يوجد جهة تعاقب على كل تجاوزات وكل إجرامه من دون أن يفعل شيء هو احتلال واجبنا أن نقاوم هذا الاحتلال كما باقي كل شعوب الدنيا فيتنام قاومت الأمريكان الإخوان في أفغانستان قاموا الأمريكان وخرجوا كل الدنيا التي احتلت قاومت هذا الاحتلال ونحن الشعب الفلسطيني لدينا الحق أن نقاوم هذا الاحتلال فقط لأنه احتلال ليس فقط أنه تجاوز ويريد أن يهدم مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف إذا اعتدى على هذا المسجد حرمة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مصر رسولنا الكريم نحن نقولها بشكل واضح هنا كل المقاومة كل أذرع المقاومة كل أفعال المقاومة من الشعبية لغرفة العمليات المشتركة سواء في جنين سواء في غزة سواء في الضفة سواء في إخواننا في الثمانية وأربعين كلنا ستنطفض هذه البلاد وهذه إن شاء الله كمان أمتنا العربية والإسلامية لن تخذنا إذا ما تم المساس بالمسجد الأقصى هو خط أحمر وعنونة هذه المقاومة وصرحت بذلك بشكل واضح وصريح أننا لن نسمح لهذا الاحتلال بالمساس بهذا المسجد وهذا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومصر رسولنا لن نسمح به مطلقا نحن نبدي فلسطين كل ذرة من فلسطين بدمائنا وأولادنا ونسائنا وبيوتنا فكيف في المسجد الأقصى شكرا جزيلا لك سيدة زهر جبارين عضو المكتب السياسي في حركة حماس ومسؤول مكتب الأسرة والشهداء على تواجدك معنا هنا شكرا جزيلا لك السلام عليكم أعرب الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة سيفان دو جاريك عن قلقه الشديد من العنف الذي يطال المدنيين في فلسطين مناشدا الجميع ضبط النفس وحماية المدنيين الأسيام الأطفال والنساء الأمين العام للأمم المتحدة يتابع بقلق بالغ استخدام القوة المتزايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وشدد على ضرورة عدم استهداف الأطفال أو وضعهم في موقع مهدد يتعين على قوات الاحتلال عدم اللجوء إلى استخدام القوة ضد الأبرياء المدنيين سنواصل العمل مع كل الأطراف للتهديئة إلى باكستان حيث أدى شهباز شريف اليمين الدستورية كرئيس لحكومة باكستان خلفا لعمران خان وكان عضاء من البرلمان انتخب شريف فيما أعلن نواب من حزب إنصاف التابع لخان استقالاتهم ورفضهم المشاركة في التصويت اتجاهات متعددة للسياسة في باكستان مع بعد عمران خان حيث انتخب البرلمان رئيسا جديدا للوزراء شهباز شريف القيادي البارز في حزب الرابطة الإسلامية بزعمة نواس شريف ورئيس وزراء إقليم البنجاب سابقا وحد أكبر رجالات التجارة الباكستانية شريف الذي يأتي مع تاريخ سياسي عميق في حكم إقليم البنجاب سيتوجب عليه الآن التعامل مع ملفات عالقة في باكستان أهمها المعارضة التي يتوقع أن يشكلها أمران خان وأنصاره تطورات قد تعيد البلاد إلى مربع الأول من التجاذبات السياسية بين الحكومة والمعارضة أنا أعلن فوز شهباز شريف عن حزب الرابطة بزعامة محمد نواس شريف أنصار عمران خان خرجوا في مسيرة حاشدة في المدن الرئيسية وأظهروا تأييدهم له في دعم معنوي قد يخفف من وقع الهزيمة بعدما خسر عمران خان أشرين من نواب حزبه الذين انتقلوا إلى تأييد الاتلاف الحزبي الذي دعم التصويت على سحب ثقة منه ما يعتبر فصلا سياسيا جديدا أمام عمران خان وحزبه بل خطوة تحمل تحديات أمامه وقد تؤدي إلى تفكيك الحزب إذا لم يتمكن من العودة مجددا إلى الظهور بقوة على الساحة البكستانية بخطط سياسية أقدر على التعامل مع الواقع السياسي البكستاني نحن خرجنا لتأييد عمران خان وحزبه انصاف وأنا أشكر كل من تعاون معنا وخرج لتأييدنا تقلبات سياسية وحكومة جديدة منتظرة أمامها ملفات شديدة التعقيد لعلى ملف الاقتصادية والعلاقة الاستثمارية مع الصين أحد أبرز أوجهها فضلا عن الضغوط الدولية من موقف إسلام أباد من الأزمة الأوكرانية والتعامل مع حركة الطالبان في أفغانستان ملفات ستكون على طاولة حكومة بكستان من أجل أعطائها أولوية في التخطيط الاستراتيجي والعمل السياسي رئيس وزراء جديد أمام ملفات قديمة وتعقيدات سياسية محلية وإقليمية ودولية وتحديات اقتصادية شديدة التأثير على القرار السياسي البكستاني معادلة سيتضح مدى إمكانية الحكومة الجديدة ورئيس وزرائها من التعامل معها بكريونس اسرام أباد الميادين إلى إيران حيث قال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيبة الزادة إن طهران لا تعلم إذا ما كنا سنتوصل إلى اتفاق في فيينا لأن واشنطن لم تظهر حتى الآن العزم اللازم لتحقيق ذلك لم نصل حتى الآن إلى نقطة في المحادثات يظهر فيها الطرف الأمريكي إرادة جدية للعودة إلى تعهداته في الاتفاق النووي واشنطن تضيع جهد الآخرين ووقتهم بإصرارها على مواصلة سياسة الضغط الأقصى بالنسبة لإيران فإنه من الضروري أن تتوفر في الاتفاق كل الأسس والمقاومات اللازمة لتحقيق مصالحنا الاقتصادية وأن يلغي الاتفاق كل تفاصيل وعناصر سياسات الضغط الأقصى التي تعيق تحقق امتيازاتنا من الاتفاق النووي حتى الآن لم نصل إلى نص نهائي في المحادثات وإيران متمسكة بخطوطها الحمر لكن لا نعلم إذا ما كنا سنصل إلى اتفاق أو لا لأن واشنطن تبدو غير مستعدة حتى الآن لاتخاذ قرارها السياسي وعلى الجميع أن يعلم أن الفرصة لن تبقى متاحة للأبد في محادثات فيينا قال وزير الخارجية في حكومة صنعاء هشام شرف خلال لقاء المبوث الأممي إلى اليمن أن الحصار يجب أن ينتهي بداية بتخفيفه تمهيدا لرفعه بالكامل وجدد في تصريح خاص إلى الميادين ترحيب سلطة صنعاء من الهدنة الإنسانية المعلنة أمميا واشدد على أن استمرار الهدنة مرهون بتنفيذ بنود الاتفاق هذا الحصار يجب أن ينتهي لن نكون في أي ترتيبات سلام ولو متدرية تحت سلطة القرار السعودي والإماراتي سيكون شيء بيننا وبين الأمم المتحدة وتشرف عليه وتسير الأمور شكل طبيعي كذلك تم إعطائه الفكرة التي هو يعرفها بأن هناك صراع أو هناك حرب يمني يمني ويمني سعودي إماراتي يجب أن يعترف العالم بهذا لا وزير الخارجية في حكومة صنعاء شام شارف أضاف للم يدين أنه لن يكون هناك أي ترتيبات سلام تحت سلطة القرار السعودي أو الإماراتي هذا الحصار يجب أن ينتهي لن نكون في أي ترتيبات سلام ولو متدرية تحت سلطة القرار السعودي والإماراتي سيكون شيء بيننا وبين الأمم المتحدة وتشرف عليه وتسير الأمور شكل طبيعي كذلك تم إعطائه الفكرة التي هو يعرفها بأن هناك صراع أو هناك حرب يمني يمني ويمني سعودي إماراتي يجب أن يعترف العالم بهذا لا فاصل ونواصل أهلا بكم من جديد ولا آخر تطورة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا رغم مرور شهر ونصف على بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا لا تزال مدن دومباس تتعرض للقصف ولا يمر يوم من دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين العزل مفدأ الميدين إلى دونياتسك الشعبية سلام العبيدي عاين أثار القصف الذي تعرضت لها مدينة دونياتسك ووفان بهذا التقرير قبل وصولنا إلى دونياتسك في يومين كان لهذا المبنى السكني نصيب من القذائف التي تتساقط على عاصمة جمهورية الدونياتسك الشعبية بشكل يومي قذفتان صاروخيتان أطلقتا من راجمات أوراقان ذات العيار الثقيلة أحدثتا أضرارا جسيمة في المبنى وتسببتا في مصرع وجرح عدد من سكانه يانا وأفراد عائلتها كانوا أوفر حظا ولكن نسبيا لم يصب أحد منهم بأذى جسدي إلا أن شقتهم أصبحت أثرا بعد عين كنا نائمين لكن استيقظنا على صوت انفجار اهتزت له البناية وبعد ثوان فقط سقط على الأريكة التي كنت نائمة عليها لوح من الخرسانة بأعجوبة النجوت ونحن في المكان سمعنا دويا فجارات متتالية ظاهرة مألوفة في دونيتسك ليست وليدة لهم بل غدت جزءا من نمط الحياة هنا دونيتسك وماكيفكا وغورلوفكا وغيرها من مدننا تتعرض يوميا للقصف من قبل القوات الأوكرانية وكالعادة فإن الضحايا هم من المدنيين لذلك ستستمر العملية العسكرية حتى نؤمن دونباس بالكامل هذه الورود تذكر بأربعة نزلاء قضوا تحت أنقاض هذه العمار فكم من ورود ستوضع على الحطام قبل أن تنتهي المعارك ويعم السلام في دونباس بالمناسبة بعد أن غادرنا المكان بربع ساعة سقطت ثلاث قذائف أخرى في هذا المكان سلام العبيدي دانيز الميادين شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أن العملية الروسية في أوكرانيا من شانها وضع حد لنهج واشنطن الهادف للهيمنة على العالم لافروف وفي حديث لقناة روسيا 24 أشار إلى أن روسيا لن توقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا الهادفة إلى وضع حد لتوسع الولايات المتحدة ونهجها المتهورين نحو الهيمنة الكاملة هذا وأشار إلى أن الدعوات التي وجهها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزاب بوريل لمواصلة تسليح كيف تمثل منعطفا خطيرا في السياسة الأوروبية أكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن انضمام فنلندا والسويد المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي لن يجلب الاستقرار إلى أوروبا وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش مع المستشار النمسوي قضايا الغاز خلال لقائهما الموضوع الرئيسي سيكون أوكرانيا لا يمكن استبعاد قضايا الغاز من المناقشة أيضا لأن هذا الموضوع وثيق الصلة جدا بالجانب النمسوي نعتبر العقوبات غير مقبولة وغير قانونية ونعتبر أن فرض أي قيود على الصحفيين أو ممثل أو قادة وسائل الإعلام أمر غير مقبول على الإطلاق نحن ندين هذا بشدة أعلنت باريس أنها طردت ستة ديبلوماسيين روس واجه ذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية الكرواتية طرد ثمانية عشر ديبلوماسيا نوسيا وستة موظفين إداريين في سفارة موسكو الخارجية الكرواتية استدعت السفير الروسي للتعبير عن إدانتها للأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا مطالبة بوقف الأعمال العسكرية وتأمين الطرق والممرات الإنسانية لإخراج المدنيين وأبلغت الخارجية السفير الروسي قرارها ضرورة مغادرة الديبلوماسيين الروس والموظفين تماشيا مع اتفاقيات فيينا للعلاقات الديبلوماسية بحسب بيانها أعلن وزير المالية الروسية أن بلادها ستتخذ إجراءات قانونية إذا استمرت الدول الغربية باتهامها بالتقصير في سداد ديونها وأنها مستعدة لتقديم الفواتير للمحكمة وكان عدد من الدول قد صنف روسيا في حالة تقصير انتقائي لأنها سددت ديونها المسجلة بالدولار بعملة الروبل موسكو بررت الأمر بالقول أنه سدد بالدولار غير ممكن بسبب العقوبات الغربية وأنها سددت بالفعل ستمائة وخمسين مليون دولار للدائنين نائب من دوب روسيا لدى الأمم المتحدة تهم القوات الأوكرانية والقوى الغربية الدائمة لها بتزوير الوقاع في ساحات المعارك في أوكرانيا ودعى الأمم المتحدة إلى التنبه من عمليات مشبوهة يجري الإعداد لها من أجل تزوير الوقاع والحق التهم بالجيش الروسي بارتكاب جرائم حرب وصل مراسلون غربيون إلى بلدة كريمينيا من أجل نقل تعديات نظمها الجيش الأوكراني لما وصف بقصف الجيش الروسي لسيارات الإسعاف التي تنقل مرضى وفي بلدة غورافكا جرى الإعداد لتفجير معمل للكلور قرب جسر عندما تقترب وحدات من جيش لوغانسك إلى المكان وجرى الإعداد لتكرار السيناريو نفسه الذي استخدم في بوتشا ونيمنزدورف حيث تنوي القوات الأمنية الأوكرانية نقل جثث من مستشفى إلى قبو ومن بعدها تنظم عرضا لعمليات عسكرية خاصة بزعم القضاء على قوات روسية أتت من إيربن قامت بقتل شهود عيان لجرائم حرب وسيستخدمون جثث جنود روس قضوا تحت التعذيب لتلك التمثيلية إلى تطورات الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي يستعد للجولة الثانية منها كل من الرئيس إمانويل مكرون ورئيسة حزب التجمع الوطني اليمني المتطرف ماري لوبا فالرابع والعشرين من الحالية ترجمة نانسي قنقر تصدر الرئيس إمانويل مكرون الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في محلة منافسته ماري لوبان في المرتبة الثانية وبحسب نتائج فرز الأصوات حصل مكرون على 27% بفاصل 25% بينما نالت لوبان 23% بفاصل 15% فيما نال رئيس حزب فرنسا الأبية جون لوك ميلانشون حوالي 22% ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية في الرابع والعشرين من الشهر الحالي بلا مفاجآت انتقل إمانويل مكرون ومارين لوبان إلى الدورة الثانية مع ارتفاع طفيف في نسبة التصويت لهما مقارنة بعام 2017 وأيضا بالنسبة لجون لوك ميلانشون الذي حل ثالثا بفارق بسيط مع لوبان الدورة الأولى لانتخابات 2022 استكملت عملية الإجهاز على الأحزاب التقليدية فانضم حزب الجمهوريين إلى الحزب الاشتراكي في أسوأ نتائج على الإطلاق الفائزان بدأ مباشرة معركة الدورة الثانية علينا أن لا نخطئ الأمور لم تحسن بعد والمعركة التي سنخوضها خلال الأسبوعين المقبلين ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل بلدنا ولأوروبا أريد لفرنسا أن تكون جزءا من أوروبا قوية وتواصل نسج العلاقات مع الديمقراطيات الكبرى لا نريد فرنسا خارج أوروبا ليس لديها حلفاء سوى القوى الشعبوية العالمية والعنصرية وبخلاف عام 2017 تبنت مارين لوبين خطابا وصف بالمؤتدل أعطت من خلاله الانتباع بأنها ستكون رئيسة كل الفرنسيين وأنها ستقف إلى جانب الفئات المهمشة على كل من يناهدون ماكرون أن ينضموا إلى هذا التحالف واللحمة ضده نتمنى خلال هذين الأسبوعين أن يكون هناك حوار باحترام كي يتمكن الشعب مرة أخرى من حسم قراره في الـ 24 من نيسان أبريل وفي تكرار لمشهر عام 2017 دعا مرشح فرنسا غير الخاضعة مناصري إلى قطع الطريق على لوبين في الدورة الثانية يجب أن لا نفقد ثقتنا في نظام ديمقراطي لذلك أطلب منكم عدم إعطاء ولو صوت واحد للسيدة لوبين وإذا ما استندنا إلى دعاوات الأحزاب التقليدية اليمينية واليسارية وحتى الخضر إلى التصويت لصالح ماكرون فإن الرئيس الفرنسي يبدو متأكدا من البقاء في قصر الإليزي إذا لم تحدث لوبين المفاجأة الكبرى في الدورة الثانية مرة جديدة ينتقل إمانويل ماكرون ومارين لوبين إلى الدورة الثانية في تكرار لمشهد العام 2017 لكن انتخابات العام 2022 لا تشبه أبدا تلك التي فتحت أبواب الإليزي أمام ماكرون فالرئيس المنتهي ولايته لديه كل أسباب القلق مع اقتراب مستوى مناصري اليمين المتطرف من عتبة الخمسين في المئة مصعاسي باريس المياني إلى العنوين مجددا أنكم إذا كنتم تراهنون على يأس الشعب الفلسطيني أنتم واهمون ومشتبهون السيد نصر لا يؤكد أن دلالات ما يجري في فلسطين محتلة كبيرة بشأن المستقبل إسرائيل وأن معادلة حماية المدنيين من اعتداءات الاحتلال قائمة بفضل المقاومة مصادر الميادين تؤكد تحذير المقاومة الفلسطينية للاحتلال من تفجر الأوضاع نتيجة إقامة أي طقوس دينية داخل المسجد الأقصى شهباز شريف يؤدي اليمين الدستورية كرئيس لحكومة باكستان خلفا لعمران خان وأكثر من مئة نائب من حزب خان يعلنون استقالاتهم هذا الحصار يجب أن ينتهي لن نكون في أي ترتيبات سلام ولا متدرية تحت سلطة القرار السعودي والإماراتي وزير الخارجية في حكومة صنع يؤكد للميادين أن لا ترتيبات سلام تحت رعاية الإمارات والسعودية قوات دونيتسكا شعبية تسيطر بالكامل على ميناء ماريوبل ولفروف يؤكد أن العملية الروسية في أوكرانيا ستضع حدا لنهج الهيمنة الأمريكي للمزيد من أخبار والتقارير على صفحة الميادين على الإنترنت الميادين دوت نت وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر